يعني مش بس الطبيب مش بس اخصائي نفسي لا بيقوم بكل فريق العمل بحيث النتيجة تطلع بتحديد. بدرجة التوحد كانت ايه واضطرابات المصاحبة لطيف التوحد وايه الخدمات اللي يحتاجها الطفل اللي تقدمها. فدي كانت الدراسة بشكل مرخص وسريع ودي كانت اهم التوصيات فيها. وشكرا لكم واتمنى فهم ما تجاوزتش بالوقت. نشكركم استادة حيند على مدخلتكم الميدانية التي كانت عبارة عن برنامج تدريبي قائم على المعالجة الحسية المتعددة لغارد تحسين المهارات اللغة والتواصل لدى المصادين باطراب طيف التوحد. نشكركم مرة اخرى على مساهمتكم العلمية. بارك الله فيكم. والآن نمر الى المتدخلة التاسعة مع الباحثة بطوية الخديجة من جامعة وهران اثنان محمد بن احمد بن جزائر عنوان المدخلة تقييم النمو والتواصل الاجتماعي المذكر لدى المصاد باطراب طيف التوحد. استادة خديجة هم انت معنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سحية للجميع. فقط استادتي الكريمة هل يمكن مشاركة الشاشة؟ نعم لحظة. دكتور ميفاق هل ممكن تعطي لها الادن؟ تم ذلك. شكرا احسن الله إليك. شكرا. هل الشاشة واضحة؟ هل الشاشة؟ نعم واضحة. ممتازة. مواضحة. تفضعني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بداية شكرا جزيلا لاتحتكم هذه الفرصة. لهذه الندوة الطيبة. وإن كنت يعني للأسف الشديد لأسواق تقنية لم أستطع الاتحاق بكم باكرا. ولكن العبرة بالخواتيم والحمد لله أني استطعت في نهاية المطاف الالتحاق. اليوم بإذن الله عز وجل سوف أحاول عرض اختبار من أهم الاختبارات في نظري. تم تكيفه على البيئة الجزائرية مؤخرا يعني سنة 2020. وقد نلت هذا الشرف في رسالة ماستر تحت إشراف سيدي وأستادي عني النفس العصر بمحمد حدبي جامعة ورانتنين. كما لا يخفى أن الاختلال الأكبر إضافة طبعا إلى الاختلال السلوكي المعبر عنه بدقة في المعيار بي من دي سامسانك. ألا وهو اختلال التواصل الاجتماعي أو اختلال التفاعل الاجتماعي الذي يتعلق في الأساس سواء بالمبادرة للتفاعل أو إلى الاستجابة للتفاعل. حيث تكون نفع في العموم بطريقة غير متكيفة بطريقة لا تعبر أو لا تتماشى بدرجة أكثر مع متطلبات الحياة الاجتماعية. وهذا يؤدي في بطبيعة الحال إلى اختلالات على مستوى السلوك التكيفي. طيب للأسف الشديد عندما نقيم التفاعل الاجتماعي في الوضعية العادية غالبا نقيمه باستعمال اختبارات وروائز يكون التواصل الاجتماعي جزءا منها وليس هدفا لها بالدرجة الأولى. نتكلم مثلا عن الاختبارات التشخيصية خاصة سواء كان اختبار الأضياء المقابلة التشخيصية للتوحد أو اختبار الأدوس أو 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 أو. وهذا للأسف الشديد وإن كان يعطينا تصورا عاما عن مدى وجود الأعراض أو انتفائها ولكنه لا يبين بدرجة كاملة طبيعة الاختلال الاجتماعي. يعني وجوده نعم يثبته لكن طبيعته تفاصيله المستوى النمائي الذي حصل فيه الإشكال المهارات التي يجب علينا أن نختارها إلى غير ذلك. هذا أمر متعدد. لذلك يرجع المختص في العموم إلى إجراء اختبارات مكملة تكون موجهة بالأساس لهذا الميدان بطريقة يعني موجهة. اليوم بإن الله عز وجل سوف أحاول العرض للأساس بي. سوف أحاول الاجتماعي المبكر. توجد نسخة إنجليزية ولكنها قبل ظهور هذا الاختبار ولكنها يعني مغايرة تماماً للونية الحديثة التي جاء بها هذا الاختبار سنة 2015. النسخة الجزائرية تمت من خلال تكييف هذا الاختبار عن النسخة الفرنسية وليست عن النسخة الإجليزية الأصلية. اللي هو الاختبار يقوم في الأساس على دراسة الوظيفة التفاعلية من خلال ثلاث أدوار، ثلاث وظائف وأربع مستويات إذا صح التعبير. فعندما نقول التفاعل أو التواصل الاجتماعي نحن نقصد بدرجة أساسية ثلاثية التفاعل الاجتماعي، الانتباه المشترك وتنظيم السلوك. ماذا يقصد بالتفاعل الاجتماعي هو التفاعل أو يعني التفاعل الحاصل ما بين الفرد والآخر. بمعنى يمس اللعب الهزيائي، التواصل العيني إلى غير ذلك. في حين أن الانتباه المشترك يقصد به وجود مرجع ينتبه إليه هذان المتفاعلان. بمعنى أنه التفاعل الاجتماعي إضافة إلى مصدر الانتباه. في حين أن تنظيم السلوك وهو آخر جزئية من التواصل الاجتماعي المبكر، يقصد به المهارات الأولية لما قبل الطلب اللفظي. بمعنى كيف أستطيع أن أؤثر في سلوك غيري وأن يتأثر سلوكي بناء على طلبه أو بناء على طلبي. هذه الوظائف الثلاث تقوم في الأساس على ثلاث أدوار في حد ذاتها. بمعنى أن الطفل يقوم بالمبادرة لهذا التفاعل أو لانتباه المشترك أو لتنظيم السلوك ويقوم بالإستجابة لها كذلك. وأيضا وهذا مهم جدا وربما هو مفقود أو شبه مفقود في حالة اضطراب طيف التوحد. ما يسمى بالمحافظة على وضعية التفاعل أو وضعية الانتباه المشترك. حيث يتم الحفاظ على هذه الوضعية عبر الزمن. وهذا أمر متعدد على الأكثرية من دولة اضطراب طيف التوحد للأسف. وحتى عندما نقوم بيعادة اكسابهم أو تعليمهم لوضعيات تفاعلية محددة خاصة من نسبة التواصل العيني والتأشير إلى غير ذلك. فإنهم يستطيعون القيامة بها لفترات زمنية محدودة جدا. فلا يستطيعون الاستمرار بها أو المحافظة عليها عبر الزمن. طبعا هذه الوظائف والأدوار تقوم على أو تنمو على مستويات. حيث يمثل كل مستوى طبيعة يعني يحمل طبيعة معينة من الخصائص والمييزات إلى غير ذلك. يمكن تقسيمه إلى أربع ميادين أساسية أو مستويات أساسية. المستوى البسيط والمعقد وهما مستويان لأقل من ستة أشهر. ثم المستوى الثالث ويكون الإيماء فيه هو المسيطر أثناء العملية التواصلية. المستوى الوسيط ما بين الثالث والرابع وهو المستوى الحواري اللفظي حيث يعتبر المنتج اللفظي أو المستقبل اللفظي في الحالتين هو المسيطر في عملية التفاعل. ثم ليظهر في نهاية المطاف مع نهاية السنة الثانية وبداية السنة الثالثة يعني من 24 إلى 30 شهر تقريبا المستوى الرمزي والذي يمثل الباكورة الحقيقية للغة حيث يظهر فيما بعد مرحلة اللغة أو مرحلة يعني المرحلة اللسانية كما نسميها في الأورتوفونيا. في حين أن كل هذه المراحل الأربع تكون ضمن المراحل ما قبل اللسانية نمائيا طبعا. يقيس هذا الاختبار في الأساس المهارات النمائية التواصل الاجتماعية المبكرة التي تتوافق مع النمو المعياري لدى الطفل من ثلاثة أشهر إلى ثلاثين شهر. وهذه ميزة متفردة بالنسبة للسي اس بي باعتبار أن قلة من الاختبارات من تقيس هذه الفترة الزمنية طبعا إذا أضفنا لها لابكس. أعتقد لا توجد نسخة إنجليزية منها البطارية التقييم المعرفي والتفاعل الاجتماعي التي تقيس هذان المجالان في 16 ميدان تحت من أربعة أشهر إلى غاية 24 شهر. يعني كقدرة نمائية. عودة إلى اختبار الاساس بي قلنا أنه يبنى في الأساس على نظرية فيشر أو نموذج فيشر البياجي الجديد القائم على المهارات. وهو اللي معروف بنظرية المهارات. يدرس في الأساس من مجالات لأنه إذا قلنا أنه كل كل وظيفة تفاعلية لها ثلاث أضوار مع عدى يعني وظيفة التعديل السلوك أو تنظيم السلوك التي لها دوراني فقط فيكون المجموح هو ثمن مهارات أو ثمن ميادين. النسخة الجزائرية تم تكييفها سنة 2020 بجامعة وهران اثنين على عين مقدارها مية وخمسة عشر طفل نموذجي النمو من ثلاثة إلى ثلاثين شهر خمسين ذكروا خمسة وستين أنثى وكان متوسط العمر لا يتعدى الخمسة عشر شهر وثلاث عشر يوم. إذا عدنا إلى مكونات الحقيبة هي عبارة عن حقيبة دريب يعني حقيبة قياسية تشبه كثيرا ما نجده في حقيبة الأدوس حيث أنها تحتوي على ألعاب اجتماعية توجد عموما في محيط الطفل يتعامل معها. إذن التطبيق سوف يكون عن طريق اللعب بالمشاركة أو نلاحظه بالمشاركة عن طريق اللعب حيث يقوم الفاحث بإعطاء بعض المهارات أو بعض الوضعيات التفاعلية هي ثلاثة عشرين وضعيات تفاعلية من خلالها يعني يظهر الطفل مجموعة تفاعلات مجموعة استجابات. هذه الاستجابات تحلل لاحقا إلى أكثر من ميتين وسبعة وعشرين مهارة لا بد أن تستخرج. طيب هذا نموذج عن كراس الاختبار يعني هو كراس يعني كبير بعض يعني بعض الشيء يحتوي قلنا على ميتين وسبعة وعشرين مهارة لا بد من تحققها. نعم. دقيقة لحفظتك دقيقة حاولي أن تختصر على قبل المناسبة. أكثر من مناسبة بالنسبة لي. جيد. ليتم في نهاية المطاف الحصول على أو الملمح النمائي التواصل الاجتماعي. هذا الملمح يقوم على تحديد كما هو ظاهر هنا في أي ميدان يعني يكون القصور أكثر ملاحظة من الميادين الأخرى وأيضا في أي مستوى نمائي. أقل من ست شهر ما بين سبعة وستعشرين شهر ما بين سبعة وثلاثة وعشرين شهر إلى غير ذلك. في نهاية المطاف نحصل يعني هذه أمثلة نحصل على عدة عدة معلومات هذه المعلومات لا تتعلق فقط بالسن التواصلي للطفل ولكن أيضا تتعلق بالمستوى التواصلي لكل ميدان تحته وبالتالي يسهل هذا الأمر على الأخصائي أن يتدخل بشكل فعال أكثر. في نهاية المطاف توصي هذه المداخلة بشكل جاد استعمال هذه النوعية من الاختبارات النمائية التي تغطي المرحلة ما قبل الليسانية باعتبار أن هذه الاختبارات يمكن أن تكون موجها تشخيصيا جيدا حيث أنها تتيح التعرف على المشاكل الملاحظة لاحقا يعني في مرحلة غالبا تكون المظاهر السلوكية لم تظهر بشكل جاد بعد. على هذا الأساس أشكركم سادتي الكرام أتمنى أن يكون السادة للحضور قد استفادوا من هذه المحاضرة وتحياتي واحتراماتي لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته نشكركم أستاذة على شرحكم المفصل لهذا الاختبار النمائي الذي سمم لغرض تقييم النمو التواصل الاجتماعي المبكر لدى المصاب بإضطراب طيف التوحد نتمنى أن يتم تقنينه في بيئات عربية أخرى غير البيئة الجزائرية مشكورة مرة أخرى والآن أنتقل بكم إلى المتدخلة العاشرة مع الأستاذ إيمان سالم خفاف من كلية تمريد جامعة الموصل العراق بمدخلة